أيضاً إنبارح دكتور مصطفى مدبولي شدد على ضرورة التزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خصوصاً مع زيادة عدد المصابين خلال الفترة اللي فاتت كمان أوجه الجهات المعنية بتطبيق الغرامات الفورية على أي حد هيخالف الإجراءات الاحترازية وأيضاً مراعاة عدم التزاحم والتكدس في الأسواق والأماكن العامة للحفاظ على سلامة المواطنين مرة تانية وتالتة أرجوكم الأعداد بتتزايد وبتتزايد بشكل كبير بمعدل يعني مش بسيط فبعد إذنكم نحاول على قد ما نقدر الفترة اللي جاية آه ماشي ممكن طبعاً حف شهر رمضان لتجمع بس أسرة صغيرة مش عدد كبير ياريت لو في مكان مفتوح ياريت نلتزم بالتباعد لا ولا حيخالت كم من ما يشوفش أبوه و أمه من الآخر ممكن بس ممكن محدش يعرف ممكن محدش يعرف فعلى كل الأحوال نلتزم بالكمانة على القهوة و هتتصحر برا وتخرج تشوف صحابك و ما عرفش إيه ما متتعاملش مع والدك يعني لو هتتعامل بأريحية قوي كده ياريت ما تتعاملش مع ناس كبار حتى لو ساكن معهم في البيت من القطك أو مكان اللي انت قاعد فيه يا ما تتعاملش معاملة مباشرة زي ما جمانة قالت موضوع بيزيد و موضوع خطر و يعني نصبر احنا جربنا شكل السيناريوهات الأخرى عاملة ازاي فبلاش نرجع نفس المكان بأيدينا أرجوكم ناخد بالنا لو فعلا هنتعامل يعني كلنا زيقنا طبعا أكيد فلو هننزل نروح مكان هنتجمع مع بعض الأصدقاء يريد تكون مكان مفتوح نلتزم بالكمامة على قد ما ديقدر نخسل ايدينا معنا الكحول في شنطتنا أو معنا كحول نحاول نستقدمه على قد ما نقدر كلها حاجات بسيطة و خلاص كلنا حفزناها و يعني فيه مننا أصلا بقى بيعملها بشكل روتيني كده و بشكلنا عادة و خلاص تلقائي تلقائي و زفنا غير ما ياخد باله يعني فربنا ان شاء الله يحرسكم جميعا و ان شاء الله تعدي الأزمة دي يعني عجلا ليس عجلا